هذا وننوه لعنايتكم السادة المتابعين أنه سيتم بث افتتاح صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة محطة الشارقة لتحويل النفاية لطاقة كاملا عبر برنامج أماسي الذي يلي أخبار الدار مباشرة واجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة بتوفير بطاقات صحية لكبار السن من مواطني الإمارة للاستفادة من علاج الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي بالشارقة على أن يتم استلام البطاقات من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ابتداء من يوم غد الأربعة جاء ذلك عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة